بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الموصلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات مرحبا بكم إلى حصة الإملاء همزة الوصل والقطع الجزء الأول الصفحة 64 من الكتاب المدرسي إذن أولا درس هذا اليوم يتعلق بهمزة الوصل ثم همزة القطع الجزء الأول سنكتشف هذه الظاهرة الإملائية انطلاقا من هذا النص وبعد ذلك نستنتج قاعدة لعمل هذه الظاهرة الإملائية أستكشف انطلق السيركوبي يجوب دروب المدينة ويطوف بأحيائها ويعلن عن عجائبه فانطلق السبيان لمشاهدته أسرعوا في اللحاق بالموكب وساروا خلف المهرج ضاحكين من حركاته وإشاراته وحذائه الضخم ولباسه الفضفاض المخيطي من قطع أثواب مختلفة الألوان والأشكال دن السؤال الأول أقرأ الفقرة وألاحظ كيف رسمت الهمزات في بعض كلمات الفقرة نعم لاحظوا معي الهمزات هنا بنقصين المكتوبة بلون مغاير اللون الأحمر لاحظوا معي الهمزة الأولى نعم هي عبارة عن ألف وتحتها كسرة الهمزة الثانية هي عبارة عن ألف وفوقها فتحة الهمزة الثالثة هي عبارة عن ألف فوقها همزة وفوقها فتحة إذن هنا الفرق ما بين هذه الألف هنا وهنا من هذه لديها همزة فوق كذلك الهمزة المولية هنا هي عبارة عن ألف وفوقها إشارة أو علامة عبارة عن ميم صغيرة أو صه كما يسميها بعد الأساسدة ثم الهمزة الآخرة هي عبارة كذلك عن ألف وتحتها همزة تحتها كسرة لاحظوا معي إذن هذه الهمزات نعم في الكلمة الأولى إن طلق هنا همزة وتحتها كسرة هي هذه الهمزة نعم السيركو لاحظوا معي السيركو هناك ألف وفوقها ميم صغيرة هي موجودة هنا يجوب دروب المدينة كذلك هنا همزة نعم همزة موجودة هنا ويطوف بأحيائها نعم لاحظوا بأحيائها هذه همزة فوقها همزة ألف فوقها همزة نعم وفوقها فتحة إذن هذه همزة وهو يعلن عن عجائبه فانطلق همزة هنا الصبيان كذلك همزة هنا لمشاهدة أسرع كذلك هنا همزة هنا في اللحاق بالموكب هنا همزة كذلك هيا وسار خلف المهرج كذلك همزة هنا ضاحكين من حركاته وإشاراته همزة هنا نعم 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 وحذائه الضخم كذلك هنا همزة ولباسه الفضفاضي كذلك همزة هنا المحيط المخيط عفوا هنا كذلك همزة من قطع أثواب أ لاحظوا هنا لدينا همزة مختلفة الألوان كذلك هنا لدينا همزة والأشكال كذلك لدينا همزة نعم إذن هذه الهمزات رسمت نعم مختلفة وفي مختلف المواقع مختلف الكلمات كذلك ثانيا أعيد قراءة الفقرة قراءة صحيحة وألاحظ الهمزات المكتوب باللون الأحمر الآن هنا لاحظنا الهمزات المكتوبة باللون الأحمر نعم إذن ماذا لدينا إذن يمكن أن نقصم هذه الهمزات إلى قسمين القسم الأول لدينا هو عبارة عن ألف نعم وتحتها أو فوقها بعض الحركات ثم لدينا هكذا ألف وتحتها كسرى ثم ألف فوقها فتحة ثم ألف وفوقها ميم صغيرة ثم الوضعية الثانية هي همزة ألف فوقها همزة فوقها فتحة ثم ألف تحتها همزة وتحتها كسرى إذن ماذا نقول نعم هذا الوضعية واحد ثم الوضعية الثانية هذه تسمى همزة الوصل وهذه تسمى همزة القطع تسمى همزة القطع نعم تسمى همزة القطع وهذه همزة الوصل الفرق بينهما أن همزة القطع هناك همزة سواء تحت الآلف أو فوق الآلف أما همزة الوصل لا توجد همزة هي حركات فقط إما الفتحة وإما الكسرة وقد تكون كذلك الضمة نعم وقد تكون كذلك الضمة إذن هي عبارة عن آلف فوقها حركات كسرة فتحة ضمة أو هذه الميم الصغيرة نعم وإن وجدت فوق الآلف فإن هذه الهمزة لا ننطقها وسنرى متى لا ننطق هذه الهمزة نعم كذلك هنا ممكن أن تكون همزة فوقها ضمة إذن هذه الأوضاع نعم التي يمكن أن تأتي فيها الهمزة سواء في همزة الوصل أو همزة القطع ثالثا أبحث عن الفرق بين نطق الهمزة في كلمات المستطيل الأول والمستطيل الثاني لاحظوا معي المستطيل الأول لدينا انطلق فانطلق المخيط بالموكب إذن هنا المستطيل الأول نعم كل هذه الكلمات فيها نعم هنا إي نعم هنا الألف تحته كسرة هنا فان كذلك هنا الآلف فوقه ميم صغيرة هنا الآلف فوقه فتحة وهنا كذلك الآلف فوقه ميم صغيرة إذن فهذه الأوضاع نعم هي لهمزة الوصل إذن هذه تسمى همزة الوصل هنا نقول انطلق نعم هنا همزة الوصل جاءت في بداية الكلمة إذن في بداية الكلمة إذن يجب علينا أن ننطقها إي نقول انطلق لأنها جاءت في بداية الكلمة لذلك ننطقها لاحظوا معي هنا فانطلق هل الهمزة هنا جاءت في بداية الكلمة لا إذن جاءت في وسط الكلمة لذلك نقول فانطلق نعم ننطق هذه الكلمة وكأن الألف هنا أو الهمزة هنا غير موجودة نقول فان ف نعم ننطق الف ثم النون مباشرة لدينا المخيط المخيط كذلك هذه همزة الوصل ولكن جاءت في بداية الكلمة إذن ننطقها نعم سواء في بداية الكلمة أو في بداية الكلام أو الجملة دائما ننطق هذه الهمزة نعم فوقها فتحة كذلك هنا لدينا بالموكب الألف هنا أو الهمزة هنا هي همزة وصل جاءت في وسط الكلمة إذن سوف لا ننطقها نقول بالموكب وكأن هذه الألف غير موجودة في المستطيل الثاني أسرع لاحظوا معي هنا أ نعم أسرع هذه همزة قطع نعم توجد نعم في بداية الفعل أسرع نعم وهي أصلية في الفعل نقول أسرع يسرع فأسرع كذلك هنا عبارة عن ألف فوقها همزة وفوقها فتحة بأحيائها كذلك هنا جاءت في وسط الكلمة ومع ذلك نطقناها كذلك هنا لاحظوا معي وإشاراته نعم هنا جاءت عبارة عن ألف تحتها همزة وتحتها كسرة إذن هذه أوضاع لهمزة القطع إذن أسرع هنا الهمزة هنا هي همزة القطع وهي أصلية في الفعل لذلك فهي همزة قطع وليست همزة وصل أسرع فأسرع نعم هنا أحياء نعم أحياء إذن هذه همزة قطع نعم وإشاراته كذلك هذه همزة قطع إذن ماذا نقول في الاستنتاج لاحظوا مع الاستنتاج تنطق همزة الوصل في أول الكلام المدينة واسعة كما نعم أشرنا إليه في كلمة انطلاقة نعم همزة الوصل ننطقها في أول الكلام ولا تنطق في وسطه وصل إلى المدينة كما أشرنا إلى هنا في هذه الكلمة هنا وسط الكلمة أو وسط الكلام لا ننطق هذه الهمزة وهي همزة وصل أما همزة القطع فتنطق في أول الكلام وفي وسطه كما لدينا هنا أسرع فأسرع بأحيائها وإشارتي همزة القطع ننطقها دائما سواء في بداية الكلام أو وسط الكلام فهي تنطق نعم أقبلت الفنانة أقبل لاحظوا معي هنا همزة القطع هنا هي أصلية في الفعل إذن هي همزة القطع أقبلت الفنانة فرأها وقد أقبلت هنا جاءت في بداية الكلام وهنا في وسط الكلام لذلك ننطقها في كلتا الحالتين وللتميز بينهما أضع الكلمة بعد حرف الواوي أو الفائد ثم أقرأ المدينة فالمدينة أقبل فأقبل نعم لكي نميز بين همزة الوصل وهمزة القطع أضع الكلمات بعد حرف الواوي أو الفائد ثم أقرأ مثل لدينا هنا المدينة نقول فالمدينة لكي نميز بين همزة الوصل والقطع لدينا أقبل فأقبل نعم هنا نطقنا همزة الوصل لأنها جاءت في بداية الكلام وهنا لم ننطقها لأنها جاءت وسط الكلمة لذلك نضع الألفة فوقها من صغيرة هنا أقبل فأقبل هي الأمر يتعلق بهمزة قطع ننطقها في بداية الكلام ثم وسط الكلام تكتب همزة الوصل وسط الكلام صادا صغيرة جدا فوق الألف إذن هي صاد أو ميم صغيرة ساحر السيركي كما تلاحظون في هذه الكلمة ذلك نضع فوقها صاد صغيرة أو ميم صغيرة نعم نمر الآن إلى أطبق لاحظوا معي أطبق أشكل الهمزات في كلمات الجمل وأبين نوعها إذن سوف نشكل الكلمات في هذه الجمل ونبين نوعها هل هي همزة قطع أم همزة وصل إذن ماذا نقول أخذت إذنا استثنائيا نعم هنا نقول أ إذن هي الأمر يتعلق هنا بهمزة قطع كذلك لدينا إي أخذت إذنا نعم هذه همزة قطع وهذه همزة قطع نطقناها في وسط الكلام لأن همزة القطع سواء في وسط الكلام أو أول الكلام فهي عبارة عن ألف نعم وفوقها همزة أو تحت همزة إذن ننطقها لدينا هنا إذن أخذت إذنا استثنائيا هنا همزة وصل نضع فوقها صاد صغيرة أو ميم صغيرة كما شئتم سموها سواء ميم صغيرة أو صاد صغيرة إذنا استثنائيا إذن هنا هذه الهمزة هي همزة وصل جاءت في وسط الكلام وبالتالي سوف لن ننطقها لذلك وضعنا فوقها صاد صغيرة نعم استقبل هذه همزة وصل جاءت في بداية الكلام لذلك سوف ننطقها أي نضع كسرة تحت الألف لذلك لدينا هنا همزة وصل جاءت في وسط الكلام إذن سوف لن ننطقها نضع فوقها صاد صغيرة استقبل الأبناء أباهم أباهم هذه همزة قطع هنا أباهم لأن هنا الأمر يتعلق بهمزة قطع إذن نضع الهمزة وفوقها فتحة ننطقها استقبالا هذه همزة وصل جاءت في وسط الكلام إذن سوف لن ننطقها وضعنا فوقها صاد صغيرة لدينا الفعل إن تصر هذه همزة وصل جاءت في بداية الكلام ننطقها ثم أحداث هذه همزة قطع جاءت في همزة فوق الألف نعم وفوقها فتحة إذن فهي همزة قطع إذن هذا كل ما يتعلق بحصة الإملاء أضرب لكم موعد في حصة تطبيقات كتابية إلى ذلك الحمد وقدمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة